السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاك يا صاحب عمني ايه? انا احمد شيد. في برنامج لقيته على الويندوز. بصراحة طلع يا جماعة استخدامه يعني مبهر جدا. بصراحة البرنامج ده مش جديد. هو برنامج قديم وكل حاجة. بس انا يعني ما كنتش قبل كده جربت ان انا استخدمه استخدام فعلا. فيعني اطردت الظروف كده ان انا كنت عايز اه الحاجة بتاعته او يعني الفايدة بتاعته. فنزلت البرنامج وجربته. بس بعد ما جربته بصراحة لقيت ان هو لا مفيد جدا جدا اكتر ما كنت انا متخيل. فبالتالي قلت لازم اطلع اعمل بيه حلقة. وده يبقى موضوع حاجة النهوضة ان شاء الله. بصة يا شباب طبعا هو البرنامج مجاني هتيجي عندك هنا هتفتح الميكروسوفت استور وهتيجي عندك هنا على السرش وهتكتب بس اير اي اي ا ار. اكتب بس اللي هي الكلمة دي. هتلاقينا شكل البرنامج جوا اللي هو اسمه اير ترامب ده. اضغط عليها وهتقول له هنا كده هنسبته مع بعض. هو البرنامج صغار جدا مساحته واحد ميجا بايت وشوية. لو ان اخبنا برضك البرنامج هنا هاخد تقييم عالي جدا اربعة وخمسة من عشرة وحاجة ممتازة. طيب هيجي لنا تحت هنا هوت. ايجي لنا ان البرنامج السبت يعني هقول له هنا كده. طيب هيجي لنا بالمنزر ده كده هو بيقول لك يعني تجيبه منين او تستخدمه ازاي. قول له هنا كده وانا هشرح لكم الدنيا. بصة تمام? ده شكل السماعة العادي. لو جينا ضغطنا على السهم اللي هنا ده كده. هلا هنا في شكل سماعة تانية كمان. طب ايه ده عام شيطو? دي بقى بتاعت البرنامج. طبعا هو هنا في الشرح اللي كان جاي بقول لك من شوية. بقول لك انت ممكن تمسك ده كده وتشده وترميه مسا هنا. انا مش هعمل كده. انا هسيبه هنا عادي خالص. طيب الفكرة بتاعته بقى او لازمته ايه بمنطقة البساطة. انا مضغط عليه هنا كده. وناخد بالنا يا جماعة. فوق هنا خالص كده اول شريط ده. ده يعني بيعبر لي عن الصوت الكمبيوتر او صوت السماعات الاساسية عندي بصفة عامة. تمام? يعني انا الصوت عاني تقوتي عامي سمعة وخمسين في المية. ده الصوت بصفة عامة للبسي كله. طيب الحاجات اللي تحت دي كلها بقى هي دي فكرة البرنامج. ان انا يا جماعة ممكن قادر اتحكم في برنامج برنامج. اتحكم في الصوت بتاعه. هنا مثلا ده هنا كده بيقولي ده اللي هو او اللي هو بسبب مسلا اللي هيجيليك على او كده. ممكن تقلل الصوت بتاعها. طيب هنا مثلا في جيم لوب. ايه الجيم لوب ده? لو تأخذو بالك وانا فتح هنا مثلا ببجي. فانا هنا ممكن برضك يعني مخلي صوت الكمبيوتر كله عالي عالي. بس اجي على ببجي بس بالزات boa يوقتي الصوت بتاعها. طيب هنا مثلا دي كده بردك دي كلها برامج مفتوعة عندي فيه الخلفية. في عندك هنا مثلا الاسسطريم اللي brain الكمبيوتر وصوت كل حاجة عالية جدا عندي باش اي مشكلة. بس ااجي بس على صوت الفيديو اللي موجود على اليوتيوب هو ده اللي انا مسلا اوطي صوته. في مسلا عندك هنا المسلا انا مسلا لو انت مشغل برضو فيديو هنا او حاجة ممكن برضوك تتحكم في الصوت بتاعهم. الفايدة اللي فديتني جدا وبهرتني جدا بصراحة يا جماعة هي طبعا مش ظهرة هنا لان انا مش بكلم حدا او مش مشغل البرنامج. اللي هو البرنامج بتاع المسنجر ده. انا كنت بكلم اه صاحبي وكنا بلعب مع بعض بابجيو كده. بس لا بنتكلمش على بنتكلم على اللي هو بتاع الفيسبوك. فكان هو لما بيحصل معه او حاجة كان صوت ضرب النار بيبقى كله اكني قاعد جنبه. الصوت ببقى عالي جدا في ودني. هو كان صوته عالي جدا. وللاسف انا ما عنديش هنا او المقدرة ان انا اقدر اوطي صوته هو بس. اسيب صوته الكمبيوتر عالي وصوت لعبة بابجيو كلها عالية. واسيب كل حاجة في صوتها العادي او الطبيعي. واجي مسلا على صوت اه صاحبي بس اللي بيكلمني في الصوت ده. ووطي صوته هو. فبالتالي انا كنت عالي في البرنامج ده فنزلته فالمسنجر طبعا كان ظهر معي هنا. هو طبعا مش ظهر دلوقتي لان انا ما بتكلمش حد دلوقتي. لو انت بتكلم حد وفي مكالمة صوتية بينك وبين حد هيظهر معك هنا. وبالتالي دخلت ووطيت صوته من هنا. فبصراحة حسيت بمتعة البرنامج لان انا خليت صوت لعبة بابجيو. زي ما هي صوتها الطبيعي اش هسمع صوت الخطوات ولو في حد جنبي او الكلام ده كله. وفي نفس الوقت صوت الشخص اللي انا بكلمه وطيت صوته او اتحكمت في الصوت بتاعه. ايس على كده بقى اي برنامج عندك او اي حاجة عندك فيها صوت انت ممكن تتحكم فيها. طيب واخيرا بقى يا شباب الناس اللي عندهم مندز حداشر والناس اللي عندهم مندز عشرة. الناس اللي عندهم مندز حداشر فالبرنامج ده اه هم مش مضطرين ينزلوه خالص واو يعني بمعنى صح احملوش اي فايدة. وده بمنطقة البساطة عشان انت لو جيت على الساوند الاساسي بتاعك هنا كده وضغطت على الشكل ده او الساهم هنا كده. ونزلت تحت كده كده او بقرة يعني هتلاقي كل التطبقات اللي انت برضو كفتاحها او مشغال عندك موجودة هنا في الخلفية. وده يدر طبعا تتحكم في اي حاجة فيها على الصوت او توطي عادي خالص. طب انت عمي شي طو عملت البرنامج ده او شرحت contam ليه من الكهربان قسب بللت ان هو او موجود جوي ونس حداشر. وانا بالفعل عندي ونس حداشر بس انا اعملو يا جماعة للناس اللي عندها ونز عشرة. ناس اللي عندهم ونز عشرة ما عندهمش الخاصية ديت ان هم ما يتحكموا فيه البرامج دي. فالبرنامج دي هيبقى مفيد جدا جدا للناس اللي عندها ونز عشرة. انما الناس عندها ونس حداشر يعني البرنامج ده ما زلوه هيبقى رفاهية او زي تحصيل حاصل ليش مهم ينزلوه فبس الابداء كان شرحه النهاردة او كان موضوع النهاردة البرنامج بصراحة ممتز جدا اصح كنت تنزلوه وجربوه وخصوصا ان البرنامج مجاني وكالعادة لو استفدت مني حاجة ما تبخلش على بلايك كومنت جميع زي كده اشترك في القناة مش مشارك وفعل زر الجرس وبس كده يا شباب